هدنة مع وقف التنفيذ أعلن عنها الرئيس الأميركي جو بايدن بينما وصفتها إسرائيل بالإجراءات التكتيكية والتي اتضحت بشاعتها من خلال قصف طيران الاحتلال المستشفيات ومخيمات إيواء النازحين في غزة بايدن وبسبب دعمه المطلق للكيان المحتل باتت تلاحقه صرخات المتظاهرين المنددة بمواقفه إيزاء ما يجري من جرائم إبادة في غزة جرائم سبق وأعلن البيت الأبيض رفضه استخدام هذا المصطلح لتوصيفها لما فيه من إدنة واضحة لإسرائيل والتي يعتبرها درعا يحمي مصالح الغرب في الشرق الأوسط ذلك وفقا لروبيرت إف كينيدي ابن شقيق الرئيس الأمريكي الأسبق كينيدي النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي منون أوبريس سخرت من الحديث عن هدنة إنسانية مؤكدة أن الحرب ليست لعبة أطفال لنوقفها بضع ساعات قبل أن تعود القنابل لتمطر مرة أخرى على المدنيين الفلسطينيين هي حرب تطهير عرقي إذن ما يجري في غزة بررتها إسرائيل بأنها أمر لا مفر منه من أجر هزيمة حماس محاججين الداعين لهدنة إنسانية بإلقاء الولايات المتحدة قنبلتين ذريتين على هوروشيما وكيف أن التحالف الدولي قتل آلاف المدنيين في الموصل من أجل هزيمة تنظيم داعش وكيف قتلت أمريكا أيضا مدنيين في الفلوجة للسيطرة عليها والحال نفسه في الرقة السورية ذرائع مرارها ضبات وقادة في جيش الاحتلال وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وهي مبررات بالمقابل أغضبت شعوب العالم وأحرجت زعماء اليمين المتطرف الذي لطالما أعلن دعمه لإسرائيل وهو ما يرجح أن يشهد العالم قريبا دعوات أمريكية وأوروبية لمقاطعة الكيان المحتل وفرض عقوبات عليه بسبب جرائمه في غزة